ودلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز الأهم الأنباء بصحب زملتنا من الشرعي شكرا ليك يا مصطفى أتمنى صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز والأخبار من التليفزيون المصري أهلا بكم بحث رئيس عبد الفتاح السيسي هاتفيا مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بعض القضايا الإقليمية والدولية دات الاهتمام المشترك جاء ذلك خلال تلقيه اتصالا هاتفيا من خادم الحرمين الشريفين وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي وخادم الحرمين الشريفين تبادلت تهنئة بمناسبة عيد الأطحى المبارك حيث أعرب الرئيس السيسي عن خالص تمنياته لشعب وحكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة بدوام التقدير والسلام والازدهار أن يعيد الله هذه المناسبة على مصر والسعودية والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليوم والبركات أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي متابعته باهتمام بالغ لكلمة أخيه الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة التي وضع فيها خارطة طريق واضحة للرخاء والتنمية والأخوة وحدد بشكل واضح سياسة الإمارات الداخلية والخارجية وفي تدوينة عبر صفحته رسمية على موقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك أشهد الرئيس السيسي بالرؤية الثاقبة للشيخ محمد بن زايد التي تجلت في مواقف عديدة طوال السنوات الماضية مشددا على تقته بأن الإمارات والعالم سيستفيدان منها خلال الفترة المقبلة كما أكد الرئيس السيسي العزمة على تعزيز علاقات الأخوة والتعاون ونقلها إلى أفاق أرحب تحت القيادة الحكيمة للشيخ محمد بن زايد قال الرئيس الفرنسي إيمانوال مكران إنه يريد إعادة التفكير في جميع الأوضاع العسكرية الفرنسية في القارة الأفريقية ودعا مكران في تصريحات أدل بها قبل عرض يوم البستيل دعا وزراء الحكومة الفرنسية وقادة الجيش للعمل على إعادة دراسة أوضاع قوات الفرنسية المنتشرة في أفريقيا كان مسؤولون فرنسيون قد توجهوا إلى النيجر مؤخرا لإعادة رسم استراتيجية البلاد بشأن محاربة الإرهاب في منطقة الساحل مع ساكمال آلاف الجنود لانسحاب من مال وتزايد المخاوف من التهديد لدول غرب أفريقيا صوت مجلس الأمن بالإجماع لصالح تمديد تفويد بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في ديسمبر 2018 بين الحكومة اليمنية وقوات الحوثي ودع المجلس إلى ترجمة الهدنة القوية إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة هذا ويدعو الاتفاق إلى انسحاب المقاتلين من ميناء الحديدة الرئيسي وجه الرئيس التونسي قيس عيد بسرعة نعقيقات اللجنة المكلفة بما لف استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخالج وخلال استقباله رئيسة الحكومة نجلاء بودن أكد الرئيس التونسي على أهمية الإسراع بالقيام بكل الإجراءات لازمة بعد صدور حكم يتعلق بالأموال المنهوبة في الخارج مؤكدا إنها ملك للشعب التونسي أظهر تقرير للبنك المركزي الأمريكي أن الاقتصاد الأمريكي توسع بواترة متواضعة في الفترة من منتصف مايو حتى منتصف يوليو الجاري بينما يكافح المركزي للحد من التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى في أربعين عام وقال المركزي الأمريكي أنه بناء على مسح أجره في 12 منطقة حتى 13 من يوليو الجاري أفادت عدة مناطق بوجود علامات متزايدة على تباضء في الطلب فضلا عن الإبلاغ عن زيادات كبيرة في الأسعار في جميع المناطق مشيرا إلى أن معظم جهات الاتصال تتوقع استمرار ضغوط التسعير على الأقل حتى نهاية العام كما ذكرت وزارة العمل الأمريكية أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 9.1% في شهر يونيو على أساس سنوي مدفوعة بارتفاع تكاليف البنزين والمواد الغذائية والإيجارات وغيرها من البنوت ورياضيا تأهل المنتخب الوطني لدور ربع نهائي من بطولة الأمم الأفريقية لكرة اليد بعد فوزه على المغرب بنتيجة 36 مقابل 21 هذا وسيلاقي المنتخب الوطني في الدور المقبل المنتخب الجزائري الذي تأهل لهذا الدور بعد فوزه على زامبيا بنتيجة 47 مقابل 23 نهاية مجزء الثامنة عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل